صح ولا غلط؟ أنا قدامي بقى بقى أرهو هل صح ولا غلط أن فيه أطعمة بتساعد على الكلام؟ طبعا غلط مفيش أطعمة بتساعد على الكلام خالص ده كمان بقى فيه تخصيص بحاجة أن مية الرز لسرعة الكلام لا طبعا مية الرز لا تؤثر على الكلام لا من قريب ولا من بعيد ده بالعكس بقى ده مية الرز فيها خطورة كبيرة جدا مية الرز كده بتتقال أنا هقول المصطلح البسيط اللي كل الناس معصراء وفهماء مية الرز دي بتنفخ الطفل بتخليه كده منفوخ على الفاضي بتنفخه أو بتزود حجمه كده بتخلي وشه منفوخ وجسمه منفوخ خلاص دون فائدة غذائية يعني هي بتزود له وزنه على الفاضي كده خلاص عشان كده لأن مية الرز دي إيه إن الرز لما بيتغلي أو كده بينزل جزء كبير من المواد النشوية اللي فيه خلاص فالجزء ده المية دي لما بتتشرب بيعتبروها إن دي وسيء يعني كانوا زمان ده خطأ شائع خصوصا خصوصا في المناطق الريفية كانوا يدوا للأطفال مية الرز دي كأنها رضعة خلاص عشان الأطفال تربرب يعني وتبقى صحتها كويس بقى إننا نكتشف بعد كده أو أسدتنا يعني لأنه ده عادة قديمة جدا جدا اكتشفنا بعد كده إن فيه أطفال من دول بيبقى ودخان وزنهم زائد على الحد ويعانوا من أمراض سوق التغذية نتيجة إنه هم بيتغزوا بس على مية الرز ده موضوع مية الرز بقى ملاش أي علاقة بالكلام ولا فيه ولا فيه أكل بيساعد على الكلام ده كلام غلط خالص اللي بيساعد على الكلام هو حسة السمع إنها تكون سليمة وإن قالت النطق تكون سليمة قالت النطق دي اللي هي الشفايف واللسان وسقف الحلق والأحبال الصوتية وإن الطفل زي ما بقول يكون بيسمع كويس ويكون الناس بتتكلم معاه ويكون في محيط طبيعي الناس بتتكلم معاه وبتاخده تدي وكده ده اللي بيخلي الطفل يتكلم لأن الكلام مهارة سمعية الكلام ليس مهارة غزائية على الإطلاق مفيش أكل بيساعد على الكلام خالص انسوا الموضوع ده والغو خالص من قموسكو لو سمعت